لما قلت إنه ارتباطاتك غالباً بتبوز لأن بيكتشفوا إنك سيسايد ده حقيقي كنت أخذ منه طبع سيسايد ده شوية ده ما كانش سيسايد خالص أنا طبعي عشرتي هقولك صعب مش أي حد يقدر يعيش معي في مكان واحد مدة طويلة ده بسبب النظام والانضباط والنظافة المفروضة أنا شألت لك واخد منه الانضباط الانضباط بس أنا أنا أوسيدين فعندي وسواس في الموضوع النظافة والنظام والترتيب هو كان منظم في الشغل بس في البيت كان فيه ممكن يبقى شوية هرجلة بسيطة أنا لا أكبر الهرجلة في البيت يعني ما يفعل شريبات كونترول بصلا يبقى محطوط في مكانه يعني ممكن لو الدنيا ضلمة أمشي في البيت أبعرف مكان كل حاجة لأن كل حاجة محطوط في مكانه فده شخص صعب مش سهل أنا بس ده أوسي دي مش سي سيد ده أوسي دي ليه قلت على نفسك سي سيد لا هي أوسي دي نخليها أوسي دي آه مش سي سيد نهر ده حغير معاكي مفينكي تفرق وكالعادة دايما بيكتشف في حاجات غريبة اكتشف اكتشف معايا أحد زملائنا يعني قال عنك أنه شريف مش هو الشخص اللي بيطلع على الشاشة هو مش بس الشخص الهادئ البشوش الحنون لا هو كمان عنده وجه آخر شارس شوية ممكن لدرجة أنه لو حد مثلا أزعج صديقة ماشية معا ممكن ينزل يضربه تحقيق إنتي شفتي موضوع الضرب قبل كده فكرة أنا حضرته أنا حضرته إنتي اللي اكتشفتي أيه أنا أول واحدة اكتشفته أول واحدة اكتشفت أن الشريف مذكور ممكن يمدي إيده ويدرب آه ده بيحصل بس دلوقتي صعب بس كان في فترة ما ممكن دلوقتي بسبب ظروفي الصحية صعب أعمل كده بس عندك الجانب ده شخصيتك هو شريفي اللي بيطلع في برنامجه على الشاشة مش هقول مختلف بس بطلع بوجه طفولي في شوية برقة لأن برنامجي برنامج ترفيهي للأسرة المصرية يعني حتى جايلك النهاردة أنا في البرنامج أعمل شعري بالسشوار ومزبط نفس عشان تشيك زيادة وبرنامج شيك زيادة بس أنا في برنامجي بطلعش كايدة أنا بطلع أيوة كاجول كاجول قوي وما بفرحش شعري أصلا وكده يعني لكل مكان ليه وقته ليه ظروفه وليه لبسه سيما لو وأنا في حياتي كمان هادي مش 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 بقدر أصوات نطط الناس مثلا بروح فرح ما أنت بتعمل كه في البرنامج البرنامج ده أكل العيش بتاعي بعمل شو entertainment شو لكن لما هروح مكان لو روح ده قناع البرنامج ممكن أقولك آه شكرا 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 وكرا